تابع رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون التطورات الأمنية فاطلع من قائد الجيش العماد جوزيف عون على تفاصيل ما حصل في منطقة طيوني والإجراءات التي اتخذها الجيش لضبط الوضع وملاحقة المتورطين وكان الرئيس عون أجرى اتصالات مع رئيس الحكومة ناجيب ميقاتي ووزيري الدفاع والداخلية وقائد الجيش وتابع معهم تطورات الوضع الأمني في ضوء الأحداث التي وقعت وذلك لمعالجة الوضع تمهيدا لإجراء المقتضى وإعادة الهدوء إلى المنطقة رئيس الجمهورية مساعدة وزير الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية السفيرة فيكتوريا نولند أن الحكومة الجديدة ستجري مفاوضات مع صندوق النقد الدولي من أجل مساعدة لبنان في عملية النهوض الاقتصادي بالتزامن مع إجراء إصلاحات وأطلاق إعادة أعمار مرفأ بيروت والاهتمام بتأمين الطاقة وتطوير الإدارة والقوانين للإصلاحية اللازمة وأكد رئيس عون أن الانتخابات النيابية ستجري في موعدها بكل حرية وشفافية وديمقراطية لافتا إلى ضرورة مساعدة لبنان على مواجهة الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يمر بها في هذه المرحلة والتي انعكست على الأوضاع المعيشية للمواطنين وأثرت على سعر العملة الوطنية وشدد رئيس الجمهورية أمام المسؤولة الأمريكية على أن لتأمين الطاقة الكهربائية أولوية بالتزامن مع تأهيل المرفأ الذي يشكل الشريان الأساسي للاقتصاد الوطني وعرض رئيس عون للأسباب التي أدت إلى الوصول بالبلاد إلى هذا الوضع الاقتصادي والمالي الصعب لا سيما منها الحرب السورية والحصار الذي فرض على لبنان نتيجة أقفال الحدود والنزوح أكثر من مليون وخمسمائة ألف نازح سوري إلى لبنان فضلا عن انتشار وباء كورونا ثم انفجار المرفأ معتبرا أن كل هذه العوامل السلبية تضافرت وأثرت سلبا على الأوضاع في لبنان وعلى ظروف عيش اللبنانيين وأبلغ رئيس عون نولند أن لبنان راغب في معاودة المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل من أجل ترسيم الحدود الجنوبية البحرية لاستكمال عملية التنقيب عن النفط والغاز في مياهه الأقليمية نظرا لأهمية ذلك في تحقيق النهوض الاقتصادي للبلاد وكرر شكر لبنان على المساعدات التي قدمتها الولايات المتحدة للجيش والمؤسسات الأمنية إضافة إلى المساعدات الاجتماعية المتتالية الرئيس عون طالب مفاوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي خلال استقباله في قصر بعبدة العمل على تأمين ظروف عودة النازحين السوريين إلى بلادهم ومساعدة لبنان في هذا الاتجاه لسيما وأن الحكومة اللبنانية أعدت خطة لهذه الغاية يمكن الانطلاق منها معتبرا أن من المهم المباشر في تشجيع تحقيق هذه العودة خصوصا مع وجود مناطق سورية آمنة واعتبر الرئيس عون أنه بعد أكثر من عشر سنوات على بداية الأزمة السورية بات يتوجب على المجتمع الدولي أن ينظر بطريقة مختلفة إلى أثار الحرب السورية على دول الجوار وفي مقدمها لبنان وانعكاساتها السلبية ولفت رئيس الجمهورية إلى أن لبنان تكبد الكثير من التداعيات السلبية نتيجة النزوح السوريين إلى أراضيه ما أثر على اقتصاده ووضعه المالي وهذه التداعيات أضيفت إلى الأزمات العديدة غير المسبقة التي وجهها لبنان والتي تجعل من المستحيل الاستمرار في تحمل العبء الهائل للنزوح السوري ودعا رئيس عون المنظمات الدولية إلى تقديم المساعدات للنازحين لدى عودتهم إلى سوريا لأن ذلك يشجع على تحقيق هذه العودة وفي بعبدة أقسم الأعضاء الخمسة الجدد في مجلس القضاء العلى اليمين أمام رئيس الجمهورية وبعدها اجتمع رئيس عون مع الأعضاء الجدد في مجلس القضاء الأعلى وتمنى لهم التوفيق في مسؤولياتهم الجديدة مشددا على دور مجلس القضاء في عمل السلطة القضائية المستقلة وعلى ضرورة عدم التجاوب مع أي ضغوط يمكن أن يتعرض لها وأن يكون أعضاء المجلس فريق عمل موحدا ومتضامنا ترجمة نانسي قنقر